عزت لجنة الزراع والأهوار النيابية ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدم انتشار مناطق الرعي وقال عضو لجنة ثير الجبوري أن ملف ارتفاع أسعار اللحوم يتخلله علاقة ترضية بين فصل الربيع وانتشار مناطق الرعي مع ارتفاع الأسعار الأغنام والماعز والمواشي وأشار إلى أن الرعاة وأصحاب المواشي والأغنام يذهبون إلى مناطق الرعي أي مع وجود الجدوى الاقتصادية المتمثلة بمناطق الرعي فإنه يتمسك بحيواناته على عكس الأعلاف اليابسة التي تجبرهم على بيع الأغنى